اخبار المالي والاعمال للوحدة صباحا اهلا بكم بدأ امس السبت تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعمة في منطقة المرج بالقاهرة بواقع 256 مغبزا ليتم بذلك الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة على كافة مخابز القاهرة وعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان النظام الجديد تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس بنجاح مشيرا الى انه تم البدء في تطبيقه ايضا امس في محافظة الاسكندرية بالكامل على ان يتم تعميمه على كافة محافظات الجمهورية خلال الشهرين القادمين من جهة اخرى اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان تأخير صرف استوانات البتجاز من خلال البطاقة التموينية يرجع الى عدم تحديد وزارة البتول السعر الحر لصرف الاستوانة حتى الان واضافت الوزارة انه لم يتم ايضا الانتهاء من فصل جميع المواطنين الذين يحصلون على الغاز الطبيعي من قاعدة بيانات البطاقة الزكية لافتا الى انه بمجرد تحديد السعر الحر للاستوانة سيتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتحديد عدد استوانات البتجاز التي سيتم صرفها بالسعر المدعم لكل اسرة كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي قد صرح انه سيتم صرف استوانات الغاز على البطاقات التموينية اولا يرير الجاري